السلام عليكم و ألا بكم في هذه التغطية الخاصة على شاشة مكملين نخصصها بالتأكيد للحديث عن تطورات الأوضاع في قطاع غزة حيث كثفت إسرائيل من قصفها لقطاع غزة وتواصل قطع الإنترنت والاتصالات عن كافة مناطق القطاع وأعلن الاحتلال الإسرائيلي أن قطع الاتصالات عن قطاع غزة هو منطق عسكري جيد على حد قولهم من جانبها أعلنت حركة حماس إفشال الهجوم البري وقالت أنها كبدت الاحتلال خسائر فادحة في العملية العسكرية ليلة الأمس وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته لا تزال في الميدان ولم تتراجع حتى الآن وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت قرارا يدعو لهدنة إنسانية فورية ووصفت إسرائيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالدناء وبأنه غير ملزم وتحدث مالك منصة X تويتر سابقا رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك قائلا أنه سيوفر الاتصال بالإنترنت للمنظمات الدولية في غزة في استجابة لحملة أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأولى لقطع الإنترنت والاتصالات عن قطاع غزة مساء الأمس حيث طالب ملايين النشطاء عبر موقع X إيلون ماسك بتوفير السمارت لينك أو الإنترنت الهوائي للفلسطينيين في قطاع غزة وهو ما استجاب إليه إيلون ماسك في نهاية الأمر وزير الاتصالات الفلسطيني بحث مع نظيره المصري أيضا تعزيز بث الشبكات المصرية لقطاع غزة والخبر يقول أن الوزير المصري قد وعد نظيره الفلسطيني بدعم هذه الفكرة وبتوفير أو تعزيز بث الشبكات المصرية للاتصالات والإنترنت داخل القطاع مش عارف الحقيقة الخبر ده هل هياخد يوم هياخد يومين هياخد أسبوع